شاهد مركز مدينة أبو سير بمحافظة إسماعيلية حادث مروح في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين حيث انقلب أوتوبيس عمال كان يقلهم إلى عملهم بأحد المصانع من منطقة الاستثمار وارتفى عدد المصابين لتسع حالات بينهم حالتين إصابة بطر سيما تم التصريح بخروج آخرين تحسن حالتهم الصحية بعد الحصول على إصعافات اللازمة ومجمع لإسماعيلية تب بيون وأسماء المصابي هم ياسمين خلاة محمد 30 سنة دي بطر بالزراع الأيصر وأحمد محمد شوقي 24 سنة تدمات وأشرف عبد الحاكم 26 سنة سجحات في الزراع الأيصر وأحمد محمد حيني 20 سنة بطر بالزراع الأيصر محمد أيمن شوقي 19 سنة سجحات ومحمد خالد محمد 35 سنة جرح القطع بالرأس وأحمد عبد الحميد 26 سنة سجحات محمد علي محمد 34 سنة سجحات بالجزب ومحمد إبراهيم 35 سنة سجحات بالجزب أصيب تسعة سباح من قوم الاثنين في انقلاب أوتوبيس أثناء نقل العاملين إلى بعض الشركات بمحفظة إسماعيلية ونقل ساعة الإسعافة المصابين لمجمع إسماعيلية تببي في رقي العلاج وكشفت مصادر أن أثناء سر الأوتوبيس على الطريق اختلت عجلة القيادة في إيجا السائق من ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة وقوم مصابين في الحادثة دفع الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسماعيلية بسبع سيارات إسعافة المتانية الحادثة للمصابين للمركز للمجمع التببي بالإسماعيلية تلقى الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتلقى اللواء محمود عشور مدير أمن الإسماعيلية اختار بينقلاب أوتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم عين راه 1996 قرب مدينة المستقبل على طريق إسماعيلية 36 الحربي ويستقلوا عدد من العاملين في بعض الشركات الإساسمار ودفع مرفق الإسعاف زينا قلت سبع السيارات إسعاف ربنا يشفيهم ويعافيهم لحول ولا قوة إلا بالله